طيق منافع جميعا نبدأ طبيقي جديد اليوم وهو للTrees لما نتحدث عن Trees نتحدث عن Non-Linear Data Structure لحد الآن شوفنا Linked List حكي عن Linked List هي إبارة عن مجموعة من Nodes Connected with each other لحد الآن نتحدث عن Linear Data Structure من Linked List لما نتحدث عن Q It's still the same as Linked List نتحدث عن Linear Data Structure مثلهم طبعا زي الأرية لما نتحدث عن Trees نتحدث عن Non-Linear Data Structure They allow implementing algorithm faster than Linear Data Structures مثل Lists Sequences Queues and so on الآن تميز Non-Linear Data Structure أنه بسرعة عملية السرعة خاصة بعملية Insertion أو بعملية Search للداتا ربما نحن نظر عنه بالنسبة نظر عن نود A لأن النود A تفرع منها نود 2 3 4 5 6 و الأن نظر عن أن نظر عن تجل هذه المنطقة اللي بنسميها SubTree اللي هي جزء من هاي التري برضو النود F مرتبطه مع النود K النود L والنود M نطلع للتري برضو شكل لجنريك تري لما نحكي عن التري بتتكون شكل رئيسي من root موجود عندنا هون زائد مجموعة من SubTrees فنطلع هاي هون حكيت ان هاي إبارة عن Sub SubTree تمام؟ هاي الموجود عندنا إبارة عن SubTree تاني هاي النود اللي هي الروت الميز عنا بالتريس أنه يتمثل نفس الناس للداتة مثل الفائل سيستم عندما يأتي نفتح مثلا البراوزر الموجود عندنا يوجد هنا مثلا C داخل C يوجد فيه فولدر ميدوكومنت دون ميدوكومنت يوجد فيه فولدر يوجد فيه موسيق ثم هذه هي عبارة عن تري كما نحكي فيه عن C هذه هي المين نود الموجود وهي الروت هناك نود الثاني وهي الـ ميدوكومنت فيه جواها فولدر وهو الفوتوز وهو كماند فولدر وهو ميوزك ثم فهي كلها ترتيب هذه كما نحكي عن ترتيب تري وهي مرتب فعليا من تري نفس الشي الـ Graphical User Interfaces عندما نحكي عن Graphical User Interfaces نحكي عن Main Canvas التري النود الموجودين عبارة عن سببات التري الديتابيس برضو تستخدم التري فعليا الديتابيس الديتابيس مبنيات باستخدام الديتابيس الديتابيس كذلك عندما نحكي عن ويبسايت والبيجز والكمبوننت الموجودة بكل بيجز عبارة عن تري 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 هذه الميزة الرئيسية لدينا تري الربطات هي الربطات الربطة الموجودة بين الربطات الموجودة الربطة الموجودة تسمى الربطة there are siblings. ليش أن هم التنين جايات؟ لهم نفس. البرانت عن هون زايد انه جايات على نفس level. A tree consists of a distinguished node called root. أهم node موجود عنا اللي بنسميها الروت node. And zero or subtrees T1, T2, T3 up to Tn. The root of each sub tree has has a direct connection. Has a direct connection to the root of the tree R. هلو نيجي نتطلع عنا هون هاي الروت. على سبيل المثال هاي اللي tree الموجودة. Rooted at A. هاي اي طالع منها هاي sub tree. هاي عنا كمان subtree تانية. هاي طالع منها كمان subtree. هاي كمان subtree. وهي subtree وهي subtree وهي subtree. كل subtree اللي هي محتلات هون هنا T1, T2, T3 up to T10 أو Tn. كل subtree اللي ها روت. هون فيه الهاروت مخصص فيها. بس الروت الرئيسي تبع التريم. إلو direct connection مع الروت تبع كل subtree موجودة هنا. Formal definition. A tree T to be to be a set of nodes storing elements in parent child relationship with the following properties. If T is non empty. It has a special node called root of T which has no parent. دائما التree. اي اذا كانت امتي معناها. زي كنا بنحكي بدي يصير عنا هون هي الروت بيأشر على. على نال. كيف اللي كان في عنا الهد. دائما في عنا هد. والهد لما تكون فاضي بيأشر عنا على نال. نفس المبدأ ان هون ما في هد بس منسمي الروت. لما تكون فاضي بدي يكون يأشر. على نال بما انه عنا هون بيأشر على data معناها رح يأشر بالنهاية على نود موجودة عنا. كل نود موجودة عنا بهاي لتري. نسمي هاي لتري T. كل نود موجودة عنا. From the root has a unique parent node called W. Every node with parent W is a child of W. لو نيجي نطلع انه هون كل نود موجودة. هيا انا مثلا نود اللي هي نحكي مثلا R. هاي انه مثلا W. هاي X. لكن في كل واحدة كل نود موجودة في بالنهاية لازم يكون في الها parent مع عدمين. مع عدم النود الرئيسي الموجودة عنا وهي الروت. لو نيجي نطلع عنده هون هاي شكل T. موجودة. Rooted at node A. هيد اكتب جنبها الروت. two nodes of the same parent are called siblings. لو نيجي نطلع عنا هون على سبيل المثال لسبلنجز في عنا الهي B و C. تنين ما لهم rooted at the same from the same parent. نفس الشي نهون D و E. F و G. مين الـ parent تبعهم C. نطلع طبعا الـ parent نحكي هون هو الروت لمن لهاي السبتري. نطلع من لك B هو عبارة عن روت لهاي السبتري. نفس الشي. السبتري اللي نازل عنا من A. نسميها مثلا اللي هي. هاي T1 وهي عنا T2. الروت تبع T2 هو عبارة عن C. لهو الـ parent لجيه هو R. A node V is called internal. هلا فينا هون مسترح نسمي لهو الـ internal node. If it has one or more children. اي node موجود عنا في لها children هاي بتكون عبارة عن internal node. يعني هاي A بنعتبرها internal. B internal. C internal. F لها children internal. نطلع ع G. G ما مش طالع منها هون. node. يعني زي كانوا بتأشر على هون نل. وهون بتأشر على نل. فهاي No it's not internal. بنسميها اللي هي external node. A node V is called external. اللي هي. وسمتان للـ external node. بنسميها اللي هي leaf node. فعلا leaf node. زي كانوا بتجي. اطراف الشجرة الموجود عنا اللي هي الأوراق. فبصفي عنا هاي اللي هي إبارة عن leaf. E كمان إبارة عن leaf. وهون كمان leaf. وهي كمان leaf and so on. فأطراف الشجرة اللي هم external nodes اللي هم شو بنسميهم برضو اسمتان اللي هم اللي هو leaf node. هلا مصطلح هنا اللي هو الـ edge. An edge of a tree is a pair of nodes. لما نحكي عن edge هي إبارة عن pair of nodes u v such that u is the parent of v and or vice versa. لما نيجي نحكي عن edge على سبيل المثال بنا نحكي A و B. A B هاي عبارة عن edge. ايش المقصود عنا هون ب edge. المقصود ب edge هي إبارة عن connection ما بين two nodes. ايش هم النود. واضح انه في عنا النود A و النود B. طيب شو الشرط بينهم انه U is parent of v or vice versa. إما A هو الـ root تبع B أو B هي الـ parent تبع V. أفاً A الـ parent تبع B أو B الـ parent تبع A لو نتطلق هون. yes. A هي إبارة عن الـ parent تبع B. بإيش معناها؟ في بينهم edge. في بينهم connection. ما منيقدر نيجي نحكي انه والله في عند edge نسميها A. أي edge عند A و I. مش موجود السبب لأنه I مش الـ parent تبع A و A بنفس الوقت مش الـ parent تبع I. الـ number of edges in a tree. كيف ننحدد number of edges in a tree إبارة عن N minus 1 given that N is the number of nodes. لو نعدهم هون عندنا هي واحد تنين تلاتي أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. في عنا هون تسعة نود تسعة ناقص واحد وتساوي تمانية edges بالـ tree الموجود عندنا لو نعدهم. عندنا edge تنتين تلاتي أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. الدبث تبع للـ tree. depth of a tree اللي هو عبارة عن number of edges from a node V to the root node. نحكي عن الدبث. الدبث للـ tree أو depth للـ node فعليا هي عبارة depth of a node is the number of edges. هي عبارة عن number of edges الموجودة عندنا من نود V من أي نود موجودة هون لحد ما نوصل الـ root. لو نشوف مثلاً depth of D. نكتب هيك. depth of نكتبها بهذا الشكل. نحكي depth لـ D على سبيل المثال تساوي اللي هي number of edges لحد ما نوصل الـ root. إن هي واحد. هي تنين. فكم تطلع عندنا هون؟ تنين. لو نشوف مثلاً لـ edge. الدبث طبع edge اللي هي number of edges لحد ما نوصل الـ root. إن هي واحد. تنين. هاي عندنا تلات. شو رح يطلع عندناها معناها؟ تلات. depth of a node. لما نحكي عن height. height للـ tree هي عبارة عن الماكسيمم number of edges till a leaf node. نفرض هاي لـ tree الموجودة عندنا. بدنا نشوف إيش الـ height. إيش ارتفاع لـ tree الموجود عندنا. هو الماكسيمم number of edges لحد ما نوصل آخر leaf node موجود عندنا. لو نيجي نطلع عندنا هون. نحسب الـ height الموجود. نطلع عندنا هاي واحد وهي تنين. نيجي هون. هاي كمان edge وهي الثاني. طب هون عندنا واحد تنين أو واحد تنين ثلاثة. هاي الماكسيمم إنه كم في عنا هون ثلاثة. فإيش بنحكي هون. height ذاللي tree الموجود عندنا هون كم يساوي ثلاثة. طب نفرض لو طالع هون كمان node. نسميها مثلا كي. شو رح يصير عندنا هاي واحد. تنين ثلاثة أربعة. بيصير الهيط عندنا بهاي الحالة. أربعة. A path. The path of T is a sequence of nodes such that any two consecutive nodes in the sequence from an edge. الباث المكسود في لي عملية الانتقال من node إلى node إلى node إلى node. حسب الباث الموجود عندنا. يعني هون معطينا إنه في عنا path اللي هو A إلى C, F, H. بنحكي A هايو. إلى C إلى F إلى H. ففي عنا هون path حددنا. بدنا نمشي من. بدنا نمشي الباث الموجود عندنا هون. من اللي هي النود A. اللي هي فعليا الرود. نمشي we visit C. بعدها we visit F. الهي آخر نعود موجود عندنا اللي هي أتش.